المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهدد بمنع المسؤولين الأتراك من المشاركة في التجمعات الانتخابية المؤيدة لأردوغان في ألمانيا وهذا بعد الهجمات الجديدة التي شنها رجب طيب أردوغان ضد المستشار الألمانية متهما إياها باللجوء إلى ممارسات النازية ميركل ردت خلال ندوة صحفية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قائلة هذه المقارنات مع النازية القادمة من تركيا تحتاج لأن تتوقف ومع عدم وجود استثناءات وتحفظات لسوء الحظ هذه المقارنات لم تتوقف ونحن لن نسمح أن تكون الغاية تبرر الوسيلة وهذا يؤدي إلى خرق المحرمات دون الأخذ بعين الاعتبار معاناة الذين اضطهدوا وقتلوا في عهد النازيين من جهته مارتن شولز رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الجديد انتقد تصريحات الرئيس التركي ووصفها بالوقاح قد سمعت وشهدت مقتطفات قصيرة من مقطع من كلمة السيد أردوغان هذه قلة حياء إنها لوقاحة أن يقوم رئيس بلاد صديقة بشتم رئيسة هذا البلد التوتر بين برلين وأنقرة جاء بعد رفض ألمانيا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح لوزراء التركي بالمشاركة في تجمعات انتخابية للتصويت لصالح توسيع صلاحيات أردوغان اشتركوا في القناة